اشتركوا في القناة وصلت حالة التوتر في قطر الى مرحلة لا عودة تلك المرحلة التي بدأت تلقي بظلالها على الاستقرار الامني والشعبي في الدوحة فقد بدأ التخبط يدق في مفاصل الاجهزة الامنية القطرية وهو ما يفسر ما تعرضت له المواطنة القطرية لطيف الامسيفري والتي وبلا اي اتهامات حقيقية اختطفت على ايد قوات امن قطرية لانها طالبت باصلاح الوضع الحقوقي لابناء جلدتها ممن سلب النظام حقوقهم ونكل بهم قالوا يدخلون علي ثلاث نسوان فضربتني على وجهي شلت التلفون يعني بالقوة من يدي ولو قالت لي عطني التلفون عطيتها ولحد الحين ما عرفوا على نفسهم ولا اعرف من ذيلا ولا اعرف اي جهة يتبعون ركبوني لند كروزر ابيض قفلوا السيارة علي تحركت السيارة اقسملك بالله تعدد سرعة الاميتين انا شوف الامبير هو يتعدد سرعة الاميتين ادركت قسما بالله ان انا حد كبير في البلد طالبني اسلوب العصابات هذا الذي تعرضت له وبكل بشاعة مواطنة بريئة لا يعبر سوى عن حالة هزام كبيرة تؤكد المعاناة المستمرة بان اي مواطن قطري هو عرضة للاختطاف والسجن بلا مقاضات عادلة ولا تهم حقيقية بل يتم التحقيق معه وكأنه مجرم خطير وتنتزع منه الاقوال والاعترافات تحت ظروف التعذيب والضغط المحرمة دوليا ويدخلون علي تسع محققين قطريين كلهم لابسين الزي القطري كل واحد في يدها وراق وقلم والله العظيم كانني في حلم مقسم بالله فالمهم تسع تخلوا سووا عليه على شكل دائرة ويبتدون بالأسئلة واحد تلو الثاني واحد تلو الثاني أسئلة تافة ما عندهم إلا لغة التهديد والضرب على المكتب شلون تكلمين شلون تقولين أن تميم رايح يحضر مباريات في روسيا ومهمة للناس ومهمة للشعب ومهمة المصالح الشعب أنت تبين تحشدينهم وأنت كذا ومني كلمتش من الإمارات وقلت والله التلفون عندكم فيه اتصالات من الإمارات اثبتوها شلون هانت عليهم مرة مواطنة اكترية أم عيال في سني أن تنخطف بهذه الطريقة ويتم التحقيق معاها طلعت مارقت سلموني للعاصمة دخلوني السجن في العاصمة 11 يوم تمنوا أن ما أدخلوني حتى دقيقة في السجن عشان ما أشوف أوضاع السجن والناس المسجنين والبلاوي اللي أنا شفت بعيني عشان يقعدوني أطول مدة في السجن راحوا غيروا مسودة الحكم أنا ما أخذه فيه براءة المواطنة القطرية التي اختطفت أمام أعين ابنتها وفي مكان عام كان ذنبها وبحسب ما يرى النظام القطري بأنها طالبت بإنهاء معاناة المواطنين القطريين الذين انتهكت حقوقهم وسلبت جنسياتهم فباتوا مشردين في العراء وبعد ننتظر منك انهاء ملفات البدون والغفران ومن سكان قطر ما نبقي شيء يسمى من سكان قطر يقولون ما عندنا فقارة ما عندنا مساكن كيف ما عندنا فقارة أنتوا من أنتوا ليش تكذبون على نفسكم النظام القطري لا يكذب على نفسه بل هو يعرف حق المعرفة حجم ما بات يواجه من ضغوط دولية وفضائح بشعة في ملف حقوق الإنسان والذي عانى منه المواطن والمقيم والعامل والأجير فلا أمن يحفظ أبناء الوطن من استبداد النظام ولا عدل يلم شعث الأبرياء والمظلومين اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة